إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد من حضرتكم بعثي التصميم ده أو التأسيم دي لشبكة الري وهي عبارة عن 11 متر في 11 متر وفيها خمس رشاشات هنا وهنا 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 وهو مركب رشاشات 17 وناخد بالنا من الرشاش 17 لو الضغط 1 بار سيرمي 4 متر و 60 سنتي لو الضغط 2 بار سيرمي 5 متر و 20 سنتي لو الضغط 3 بار سيرمي 5 متر و 80 سنتي وهو بيقول إن الضغط عنده 3 بار سنقول لو ضعف شوية سيكون 5 متر و نص إذن هو مركب خمس رشاشات واحد هنا بيرمي 5 و نص وهنا بيرمي 11 خمسة و نص من كل اتجاه وهنا 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 خمسة و نص متر المشكلة في هم بقى حضراتكم؟ هنا غلطة هنا الغلطة في إيه؟ المفروض أن أفضل تداخل للرشاشات أن يكون 100% يعني الرشاش ده يجيب عنده الرشاش ده 100% يلمسوا والرشاش ده عنده كل رشاش من دول المفروض ده يجي عنده كل نقطة من دول ولكن زي ما أنتوا شايفين اللون الأزرق ده لون الرشاشات الجانبية واللون الأخضر ده الرشاش اللي في النص واللون الأسود ده التداخل دين الرشاشات إذن إن النقط دي مش متقابلة مع بعض ومش عاملة تداخل مع بعض 100% لأن هنا ما بياخدش لأن خدوا بالكم في نقطة عامية عنده كل رشاش اللي هي تحت منه هنا ما بياخدش كويس في الحتة دي وهنا 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 وكمان هنا طب نحل المشكلة دي ازاي؟ نحل لها إن إحنا نزود رشاش بين كل رشاشين من دول زي كده حضراتكم تداخل مية في المية كل رشاش من دول الرشاش الجديد اللي احنا عملناه كده فعندي الجزء ده كله في تداخل مية في المية وده معنى كده إن ما فيش ميلي أو سنطي من النجيل ما بيجولوش مية وهذه الغلطة اللي كانت موجودة في التصميم وتم تعدالها وبالشكل ده هنحتاج تسع رشاشات تسع رشاشات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سبعة تمانية تسعة في النهاية نتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم وان شاء الله تستنونا فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته